ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الفلاحة للقضاء على الحشرة القرمزية خبراء من المعهد الوطني للبحث الزراعي توصلوا بشراكة مع المركز الدولي للبحث الزراعية بالمناطق الجافة إلى ثمانية أصناف من الصبار مقاومة لهذه الحشرة والتجارب بدأت فعليا بكل من محطة سيدي بن نور ومحطة تجارب للتنمية الفلاحية روبرتاج فتحة أشاب عرف تهمون بمحطة التجارب للتنمية الفلاحية بخميس زمامرة أقيمت عدة تجارب مختبرية وأخرى ميدانية بغرض التعرف على أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية آفة انتشرت بسرعة مثيرة على الصعيد الوطني أنواع المقاومة للصبار هي بلا شك أساس استراتيجية وزارة الفلاحة المحاربة آفة الصبار اللي من خلاله بطبيعة الحال كنت منهو نمي إعادة إنماء الصبار من مناطق المتضررة وكذلك حماية نبات الصبار والحفاظ عليه على المستوى الوطني ثمانية أصناف من الصبار قاومت الحشرة القرمزية بعد أبحاث مكتفة وصل إليها فريق عمل يضم خبراء من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمركز الدولي للبحث الزراعي بالمناطق الجافة أنواع صمدت بالرغم من إحداث الإصابة بالحشرة ثمانية اللي بنونا بنو بأنه ورغم سنة من إحداث العدوى بيادويا ما بنش فيهم الحشرة القرمزية ما لسقتش فيهم ما جدتش فيهم بقاو خضر إلى حد اليوم وهذه الدرجات هذه الوزراء رتعت أنها ستتوسع هذه الحضرة للأمهات إلى ما يقارب عشره كتارات أخرى هي الآن في طور الإنجاز عملية يتوخى منها تزويد أرباب المشاتل بهذا النوع المقاوم من الصبار مستقبلا بعدما أتت الحشر القرمزي على مساحات كبيرة من المحاصيل في مناطق متعددة